تالي رح نظل فيها بالمشاركات ضمن معرض دمشق الدولي ورح نحكي عن ابتكار طبي اليوم مع الطبيب نادر سلامي وهو رئيس مجلس البورد السوري لجراحة الفكين والدكتور شادي أهلا وسهلا فيك والدكتور شادي الخطيب وهو رئيس الجمعية السورية للطب التكميلي أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحكم يسعد صباحكم دكتور نادر دكتور شادي من مدينة المعارض أكيد اليوم بهذا الصباح الجميل بدنا نقول مبروك لك السوريين عودة القلاقة إلى دمشق حنفوت بحديثنا ونبلش عن المشاركة حنبدأ معك دكتور عن مشاركتكم بالابتكار الطبي وهو عبارة عن مزيج نوباتي معطر لفهم مثل ما قالنا الدكتور شادي الخطيب تفضل هو المشاركة بالمعرض عبارة عن نواة براءة اختراع نعم لمنتج هو عبارة عن مضمضة فهموية مضامض فهموية فيه يعني فكرة نحن عادة أطباء الأسنان يعني بيكون عندنا مشكلة مع الأمرضى بأسنان بإلتهابات الفم والأخشين المخاطية والإلتهابات لسي اللي هي عادة الأدوية المقترحة أو المضامض الموجودة بالسوق هي من مركبات كيموية نعم وبالتالي في بعض المرضى لحالات خاصة مثل الأطفال مثلا أو مثل المسنين أو النساء الحوامي اللي عندهم يعني محزورات طبية من استخدام أو بلع هذه المادة لأنه ممكن تسيطرع الطفل أنه ممكن مضمضة ما يبلع مثلا لازمت مضمض وما يبلع نحن فكرنا بمتيجة أنه يعني نحن دكتور شادي فعنا اهتمام مشترك بالنباتات طبية بعد الجلسات أنه كيف ممكن نحن نوصل لمنتاج يستخد ممكن استخدامه مضمضة بالفم وهو ممكن يبلع لأنه هو أصلا مركب من نباتات طبية بحثة بدون أي مادة كيموية فبيكون له عدة أول شيء بيعالج الاتهابات لسي والتقرحات الفموية والقلاع وكل الاتهابات اللسي وجوف الفم وإله فائدة هو معطر لأنه هو بالأساس فيه مواد عطرية وبالنحية الثانية هو عبارة عن آمن للاستخدام وممكن بلعه وحتى سخولة استخدامه لأنه ما في إله معايير يعني ممكن بدون مزج مباشرة تشوفها لبدون مزج ممكن استخدامه دكتور شادي خلينا نحكي أكتر بشكل مفصل عن الاستطبابات الطبية لهذا المنتج وكيف ممكن الناس تحصل عليه يعني هو صار متوفر بالصيدليات ولا لأ بعضه طور التجربة إذا بدنا نقول على نطاق ضيق الحقيقة حاليا نحن منتما تفضل دكتور نادر بمرحلة التجارب النهائية طبعا كشفنا الستار عن المستحضر ضمن معرض الباسل الإبداع والاختراع لأهمية هذا المعرض بمشاركتنا فيه نحن اليوم يعني عم نقدم توليفة من النباتات الطبية المستخدمة بشكل طبيعي لنحسن من عدة أمور في جوف الفم أولا مواد مضادة للجراسيم لها القدرة أيضا على خط الفطور هذه المواد طبيعية نحن عم نحكي عن الأرفع على الرنفول عن الشاي الأخضر عن العكبر ومزيج من نباتات أخرى تم حماية هذه التوليفة ضمن براءة اختراع الهدف من هذه البراءة هو تقديم حل يعني خلينا نقول سريع وآمن في الوقاية والعلاج يعني نحن اليوم مثل ما تشوفوا حضراتكم نحن السائل المزيج اللي نحن يعني وضعناه ممكن استخدامه ممدد مثل ما تفضل الدكتور أو بشكله الحر ممكن استخدامه لتعطير الفم إذا ما عنا أي مشكلة وممكن استخدامه إذا في عنا حالات بلأ بيشرحنا أكتر الدكتور عنهم القلاع طبعا بدأت الفكرة بأنه من خلال لقاءاتنا المشتركة يعني في مشكلة عند يعني الكثيرين موضوع ما نسميه الآفتوس أو القلاع منتشر بشكل كبير ويحتاج إلى معالجات يعني تعتمد على مبدأ المعالجة وأيضا تخفيف الألم لذلك من هنا أتت المشاركة مع بعض المركبات مثلا القرنف والله هو دور مهم جدا في تسكين الألم موضعيا بدون ما نستخدم نحنا مواد مخدرة سنية أو مواد أخرى طبعا وليست بشكل زيت هون نحنا أنه فيه زيت بالصيدليات نحنا الفكرة كان استخدام المستخلصات النباتية المائية التي يمكن استخدامها بجرعات أكبر ميزة الاستخدام أيضا لأنه تعطينا فترة طويلة من الحماية ورائحة الفم بتكون فعلا عطرية تبعا للمكونات فيه أيضا شيء أخضر بيساعدنا موضوع الفلورايد أيضا بشكل إيجابي وتمت تجربته سريريا على الكثير من المرضى والآن بطور الانتقال إلى توفيره صيدرانيا يمكننا نتابع بعض الصور من خلال حديثك دكتور شالزي ولكن خلينا نتأل لك دكتور نادر لنحكي عن أهمية معارض دمشق الدولي مثل ما تفضلت حضرتك وكان فرصة للتعاون بين وزارة الداخلية يمكن وبين الهيئة العليا للبحث هيئة التميز والإبداع وجمعية المخترعين من خلال هذا الشيء تم استقطاب لكثير من العقول الشعبة والمبدعة لاستثمارها من أجل الإبداع أكتر خلينا نحكي عن هيدا القصة وعن أهمية معارض دمشق الدولي هو الحقيقة يعني المعارض دمشق الدولي هو أقدم معارض بشكل أوسط والدورة 61 هي دورة متميزة غير أنه نحن حاليا تعبر عن إعادة أو عودة سوريا لألقها وبسبب انتصاراتها بفضل جيشنا العربي السوري أكيد والدليل على ذلك على أهمية هذا المعارض هي تدخل قوى عزمة بحاولة عرقلت أو يعني تقليل من حجم المشارك وإلا لو ما كان له أهمية كبيرة صحيح هو الدليل هذه السنة تم ضرب معارض دمشق الدولي يعني حتى السنة الماضية طبعا تم ضرب السنة أمريكا دخلت لمنع مشاركة بعض الدول أو لتخويف بعض الدول مشاركة بالأحرام طبعا هذا دليل كبير على أهمية هذا المعارض والدليل أنه الأهم أنه هو دليل على تعافي سوريا وعلى حجم الأجنحة وحجم المساحات المشاركة وحجم الدول والشركات وهذا مكان لحيكون لو لا انتصارات جيشنا ولولا الاستقرار والأمن هذه الشركات ممكن تجي بدون ما يكون فيه استقرار طبعا بالإضافة لموضوع معرض الباسئ الإبداع هو منصة حقيقية ويعني بوابة كبيرة وهامة جدا لحتى تثبت أنه سوريين العقل السوري هو عقل متفتح وعقل مميز مو من هلا عبر التاريخ من آلاف السنين يعني من سبعة آلاف سنين واثمين آلاف سنين نحن كنا أول أمحراس وأول نقطة بسيقية وأول حرف صحيح فنحن ما نزال بسوريا عنا نفس الإبداع ونفس العقل إن شاء الله دكتور رشاد يعني نحن نضل ضمن المشاركة بمعرض الباسئة للإبداع والاختراع أكيد يمكن هيك معرض بيكون في عدد ضخم من المشاركين ويمكن فرصة للالتقاء مع أشخاص من نفس الشأن لنتعرف شوي يمكن على أحداث تكنولوجيا اللي عم تكون الأجهزة التكنولوجية أو الاختراعات حتى أو الأبحاث خل نحكي عن الفائدة اليوم بالنسبة لكم للمشاركة بهذا المعرض حقيقة نحن اليوم إذا عم نحكي عن مشاركات يعني على مستوى عالي فمن خلال جولة يعني زائر المعرض بيعرف أنه اليوم مشاركات مهمة جدا سواء مثل ما تفضلت حضرتك على مستوى التكنولوجيا ووجود الكثير من تطور في هذا المجال وكان بافتتاح المؤتمر بالفيديو اللي تم عرضه قديش في سوريا عندنا أمكانيات صار بالتصنيع ويعني توطين بعض الصناعات الصعبة حتى والجديدة والحديثة في من خلال خبرات الشابة السورية الموجودة أيضا هو فرصة للأشخاص اللي عندهم إبداعات يعني تلازم معرض الباسل مع معرض دمشق الدولي فكرة مهمة جدا اليوم زوار كثر عم يطلعوا على المبدعين والمخترعين الحقيقة السنة معرض الباسل أخذ شكل مختلف قبل الأبحاث العلمية قبل المشاريع التطويرية قبل مشاركات اليافعين والشباب بالأفكار المبدعة وقبل مشاركة المخترعين أيضا وبالتالي لم يكن حكر فقط على المخترعين وإنما فتحت البوابة للجميع من لديه فكرة جديدة يستطيع أن يقدمها من خلال هذا المعرض واليوم ب31 شهر رح يتم افتتاح هذا المعرض ندعو الجميع لزيارة المعرض لأنه فعلا هو فرصة للاطلاع على الأبداعات السورية الشابة والتي كانت في مختلف الميادين وأيضا مشاريع التخرج في الجامعات العامة والخاصة تم عرض جزء كبير منها ضمن هذا المعرض وهذه فكرة جديدة للسنة طبعا مساعي وجهود كبيرة جدا من وزارة تجارة الداخلية وأيضا الهيئة العلية للبحث العلمي ومشاركات الهيئات الأخرى يعني طول الحديث معكم دكتور نادر ودكتور شادي يمكن الوقت داهمنا بدنا نتشكر وجودكم معنا ودكتور نادر كل الشكر لألك أيضا دكتور شادي أنت ضيفنا دائما على شاشة الإخبارية السورية مع إبداعات واختراعات الجديدة ودائما بتكون نباتية وصحية خالية من المواد الكيميائية نورته صباحنا ضمن مع رد دمشق الدولية إلى وسهلا شكرا جزيلا